النية في فقه العترة الطاهرة إذا أردنا أن نقوم بعملية مسح لما جاء في كتابهم الكريم المفسري بتفسيرهم وما جاء في أحاديثهم الشريفة النية بعيدا عن المعنى في اللغة وبعيدا عن الذي يقوله مراجع وفقهاء حوزة الطوس لا شأن لي بكل ما قالوا أصابوا أخطأوا كما قلت لكم اقتربوا ابتعدوا هذا أمر راجع إليهم فإنني لا أعبأ بالذي صدر عنهم وصدر منهم المصادر الصافية موجودة عندي فلماذا أعود إلى هذه الجهات الضالة قرآنهم بين يدي تفسيرهم الذي بايعت عليه في بيعة الغدير موجود بين يدي أحاديثهم وفقههم ومصادرهم الأصلية موجودة بين يدي فلماذا أعود إلى أولئك الضلال الذين ضحكوا على أجدادنا وآبائنا وطالما ضحكوا علينا النية هي المحرك الذي يحرك الإنسان باتجاه أي عمل يقوم به وهذه قضية فطرية طبيعية أي عمل بغض النظري أكان هذا العمل دينيا أكان هذا العمل دنيويا هناك جهة محركة في مضمون الإنسان الجهة المحركة هي هذه النية حينما يستيقظ المصلي لصلاة الصبح هو في نيته إذا ما حان وقت صلاة الظهر فإنه سيصلي صلاة الظهر هذه هي نية صلاة الظهر أما ذلك الكلام الزائد الذي علمونا إياه فتلك فبركة شيطانية المشكلة لا نستطيع أن نتركها المشكلة هي هذه نحن علمنا على هذه الفبركة الشيطانية منذ نعومة أغفارنا أنا أتحدث عن نفسي وعن غيري لا نستطيع أن نتركها لماذا علمنا هذه الفبركة الشيطانية لأن مراجع النجف شياطين جاءونا بهذه القذارة من النواصب لماذا كي يحول هذا الأمر فيما بيننا وبين النية التي هي بحسب فقه العترة الطاهرة بحسب ثقافة العترة الطاهرة هذا هو الذي فعلوه بنا وكما قلت لكم المشكلة لا نستطيع أن نتخلص منها من هنا أمير المؤمنين كان يقول لأصحابه علموا أولادكم في صغرهم علموهم حديثنا علموهم علومنا قبل أن يسبقكم إليهم المرجعة لقد سبق المرجعة يا أمير المؤمنين آباءنا وتشبعنا يا أمير المؤمنين بفقه المرجعة إنهم مرجعة نجف النية في ثقافة العترة الطاهرة وفي فقه العترة الطاهرة تتألف من جزئين إنني أتحدث عن نية العبادة أتحدث عن العبادة بكل مصادقها في العبادات الواجبة في العبادات المندوبة في الصلاة في الصيام في كل أشكال العبادات النية تتألف من جزئين الجزء الأول هي وعي بالعمل نفسه وعي بالعبادة نفسها والجزء الثاني إخلاص لله سبحانه وتعالى قلت لكم مراجع النجف داخوا في معنى القربة وحتى هذا المصطلح هم جاءونا به من هناك أنا لا أشكل على المصطلح فمعنى التقرب إلى الله ورد في أحاديثنا لكن هذا المصطلح وهذه التعابير التي تكتب في الرسائل العملية لم ترد بهذه الصيغة عنهم صلوات الله عليه قلت لكم لا شأن لي بما يقولون لكنني مضطر أن أشير إلى كلامهم لأننا مبتلون بما أعلمونا إياه من فبركات الشيطان ومن ضلال سقيفة بني ساعد والمشكلة كما قلت لكم حينما يكتبونه يقولون هذا فقه محمد وآل محمد المشكلة هنا وربما كثيرون منهم لا يعلمون الحقيقة حمير حمير لا يعلمون الحقيقة كثيرون منهم بسبب أن لا علم لهم بفقه العترة الطاهرة كل الذي تعلموه تعلموا فقه مراجع الشيعة من دون أن يعرفوا وأن يتعلموا فقه العترة من مصادره الأصلية تعلموا فقه المراجع من كتب المراجع وجيل يأخذ عن جيل وإذا رجعنا إلى الأصول فإنهم أخذوا عن الشافعي وأمثاله وأضرابه هذه هي حكايتنا مشكلتنا هنا النية كما قلت لكم في فقه العترة الطاهرة في ثقافة العترة الطاهرة تتألف من جزئين من وعي بالعمل نفسه ومن إخلاص لله أما الوعي بالعمل نفسه أن نحدد نوع العمل الذي نقوم به على سبيل المثال هل صيامنا واجب أم صيام مندوب هل نقوم بصلاة أم نقوم بصوم أن نحدد نوع العمل ومن أي مستوى هل هو من الواجب أم من المندوب وأن نعرف بقدر ما نستطيع أن نعرف من حقيقة هذا العمل من أسراره من أهدافه هذا هذا هو الذي يريد النواصب ويريد الشيطان ويريد مراجع النجف أن يبعدون عنه لأن حقيقة العبادات وأسرار العبادات تشدنا إلى محمد وآل محمد وهذا ما لا يريده النواصب وما لا يريده الشيطان وبالتبعية هو ما لا يريده مراجع النجف لأن مراجع النجف يريدون أن يربط الناس بهم لا بمحمد وآل محمد فإن الناس إذا ارتبطوا بمحمد وآل محمد وجعلوا محمدا وآل محمد ميزانا لهم تكشفت عورات مراجع النجف وظهرت عيوبهم وظهر جهلهم وظهر ابتعادهم عن منهج العترة الطاهرة هذا هو الذي يجري على أرض الواقع هذا الذي جرى على أجدادنا وآبائنا ولا زال يجري علينا في واقعنا الشيعي هذه القضية واضحة وسأضع بين أيديكم ما أتمكن من وضعه من آيات الكتاب الكريم ومن أحاديث العترة الطاهرة وحينما أضع آيات الكتاب بين أيديكم بتفسيرهم بتأويلهم هم صلوات الله عليهم بعيدا عن تفاسير نواصب سقيفة بني ساعدة وتفاسير نواصب سقيفة بني نجف أولئك نواصب السقيفة الذين نعرفهم وهؤلاء نواصب الشيعة وأتحدث بشكل خاص عن المراجع الكبار الذين ورطوا الشيعة في هذه الفبركات الشيطانية الإبليسية منذ أيام الطوسي منذ أن أسس طوسي حوزة الضلال هذه سنة أربعمية وثمانية وأربعين للهجرة إذن النية وعي بالعمل وإخلاص لله والوعي بالعمل هو هذا الذي يجعل الإنسان قادراً على التفكر في عبادته قادراً على التدبر في قراءته إذا كانت القراءة جزءاً من العبادة كما هو الحال في الصلاة فالصلاة عبادة بحاجة إلى تفكر وفيها قراءة بحاجة إلى تدبر بينما الصيام عبادة ليست فيها قراءة فالصيام عبادة بحاجة إلى تفكر نعم إذا أردنا أن نضيف إلى الصيام من ملحقاته المندوبة أتحدث عن شهر رمضان وعن غير شهر رمضان من قراءة القرآن من قراءة الأدعية حينئذ فنحن بحاجة إلى تدبر في الحقيقة هو فيما ألحقناه بصيامنا من مندوبات ومستحبات لكن لأن العبادة وهي الصيام مازجت هذه المندوبات فهنا نحن بحاجة إلى تدبر وإلى تفكر التفكر في العبادات يحتاج إلى مفردات هذه المفردات من أين نأتي بها إذا لم نكن على علم وعلى معرفة بحقيقة العبادة وبحقيقة مضمونها وبحقيقة أهدافها ألا لا خير في عبادة ليس فيها تفكر كيف نتفكر في العبادة ونحن لا نمتلك مفردات للتفكر فيها من أين نأتي بهذه المفردات المفردات هي المعلومات التي نتعلمها من ثقافة العترة حول حقيقة العبادة ومضمونها وأهدافها وغاياتها وهذا هو الذي حجزونا عنه جاءونا بفبركة شيطانية هذا الذي يسمى بالنية التي علمونا عليها وتعلمنا على هذه الطريقة الشيطانية بعيدا عن ثقافة العترة الطاهرة إذا أردنا أن نكتب رسالة عملية بحسب فقه العترة الطاهرة فلا بد أن نضع في بداية الحديث عن كل عبادة من العبادات المفردات التي يحتاجها المصلي الصائم الحاج المعتمر إلى بقية العبادات أن نضع بين أيديه المفردات التي سيحتاجها في نيته إنه يصلي للغاية الفلانية ولأن صلاة مضمونها كذا وكذا أما هذا الذي علمونا عليه هذه فبركة شيطانية لا صلة لها بفقه العترة الطاهرة هذا جاءون بي من فقه سقيفة بني ساعدة وإلا فإن النية المجردة العادية وشرعية أيضا للصلاة الظهر ليوم غد هي موجودة الآن عندي وعندكم وهذا يكفي إنني قاطع في يوم غد سأصلي صلاة الظهر فلا حاجة للألفاظ ولا حاجة للاستحضار الذهني ولا حاجة لتعيين وقت وزمان لإيقاع النية إلى بقية التفاصيل التي علمونا عليها من الفبركة الشيطانية الناصبية إذن النية وعي بالعمل مع إخلاص لله هذا العمل لله وانتهينا هذه هي النية والنية لا تكفي نحن بحاجة إلى توجه سيأتينا التوجه نحن الآن نتحدث عن النية المجرد فالنية وعي بالعمل يضاف إلى الوعي بالعمل الإخلاص لله الإخلاص لله يعني لا شريك له إننا لا نجعل شريكا لله في هذا العمل الذي نقوم به هذا هو الإخلاص لله النية هذه أما المحرك للعمل فهذا الأمر موجود في العبادات وغير العبادات أنا لا أستطيع أن أقول أي تكلمة الآن ما لم تكن عندي نية أن أقولها وهكذا كل شيء أقوم به هذه النية المحرك للعمل لا نستطيع أن نتصور عملا من الأعمال من دون أن تكون واقعا وحقيقة في مضمون الإنسان إلا إذا كان الإنسان نائما ويتحرك في نومه مثل ما يفعل بعض الناس أو كان الإنسان فاقدا لانتباهه بسبب مرض من الأمراض وتصدر عنه الأقوال والأفعال من دون وعي وانتباه نحن نحن قطعا لا نتحدث عن هذه الأمثلة وعن هذه الحالات حديثنا عن الإنسان الطبيعي الذي هو في تمام وعيه ويفعل بقصد وبنية فهذا الأمر يجري في كل تصرفات الإنسان حينما أتحدث عن النية المحرك الذي يحرك الإنسان هذا سيكون في العبادات وفي غيرها لكن الذي يفرق العبادات عن غيرها هو هذه النية التي تتألف من جزئين من وعي بالعمل ومن إخلاص لله سبحانه وتعالى وهذا ما سيأتي بيانه في هذه الحلقة قطعا بحسب الوقت المتوفري لي إن تمكنت أن أكمل حديثي في هذه الحلقة أكملته وإلا فبقية الحديث ستكون في الحلقة القادمة يعني في حلقة يوم غد إن شاء الله تعالى نذهب إلى فاصل مثل ما قلت لكم النية تتعلف من جزئين من وعي بالعمل نفسه ومن إخلاص لله سبحانه وتعالى سنبدأ من الإخلاص لله سبحانه وتعالى وقد وقد بيّنت لكم مضمون ذلك إنه عدم الشريك ما نقوم به من عمل والحديث عن العبادة من عبادة هي له سبحانه وتعالى وحينما أقول له بحسب ما يريد سجود الملائكة لأبينا آدم في الحقيقة هي لله سبحانه وتعالى ولكنه أراد السجود بهذه الكيفية وأراد من الملائكة أن يتوجه في سجودهم إلى أبينا آدم من هنا قلت لكم قبل قليل لا بد أن نجمع ما بين النية والتوجه وهذا هو الذي حذفه مراجع النجف من العبادة لماذا؟ لأن نواصب السقيفة قد حذف التوجه وجاءوا إلى النية فشوهوها بفبركة شيطانية لأننا إذا ما كنا على وعي بالعبادة وهذا الوعي ينشأ من معرفتنا بمفردات ترتبط بحقيقة العبادة وأسرارها وغاياتها فإننا سنعرف حينئذ الجهة التي نتوجه إليها هناك ارتباط بين الجهة التي نتوجه إليها وبين وعينا بالعمل نفسه الذي هو جزء من نية العمل بينما هؤلاء ثلان النجاف ضحكوا علينا علمونا جملا لا علاقة لها بالموضوع إذا كانت ترتبط بالموضوع فمن جانب بعيد وبعيد جدا فأبدأ معكم من الجزء الثاني وبعد ذلك أعود إلى الجزء الأول الجزء الثاني الإخلاص لله تعالى أن نأتي بالعبادة كما يريد هو هذا هو الإخلاص لله تعالى ليس المراد من الإخلاص لله تعالى أن نجعل العبادة لله فقط فإبليس أراد أن يفعل ذلك والله طرده ولعنه تلك العبادة الإبليسية إذا كان الله يريدها له فقط فإننا سنأتي بها كما يريد وإذا وإذا يريد العبادة له من خلال باب فتحه لنا من خلال وجه نصبه لنا فإننا سنأتي بالعبادة بحسب ما يريد هذا هو الإخلاص لله أما أن يعلموكم أن الإخلاص لله أن تكون لله وحده فقط وينتهي الكلام هذه عبادة إبليسية هذه عبادة نواصب هذا هو الذي عليه دين الوهابية ودين سقيفة بني ساعدة وهذا هو الذي يملؤون به الفضائيات ومراجع النجف ركضوا وراءهم على هذا المنهج الأخرق فحينما نقول الإخلاص لله إننا نعبده كما يريده لسنا نحن الذين نقترح العبادة حينما نقول من أن العبادة له فقط هذا اختراح من عندنا هل هو الذي قال لنا ذلك متى وكيف سقيفة بني ساعدة هي التي قالت لنا ذلك إبليس إبليس المرجع الأكبر لكل العباد في العالم الذين يأتون بالعبادة الإبليسية هو الذي أراد العبادة لله ورفض السجود لآدم إبليس لم ينكر العبادة لله كان كان يصر على الله أن يسمح له بالسجود له سبحانه وتعالى من دون أن يسجد لآدم ولكن الله لعنه وطرده تلك هي العبادة الإبليسية قلت لكم في الحلقات الماضية من أن ما جرى في مراسم إعلان برنامج الخلافة في الملأ الأعلى كان أنموذجا مصغرا لبرنامج الخلافة الكبرى في الأرض هناك تشخصت العبادة الإبليسية والعبادة الإلهية فالعبادة الإبليسية أن نعبد الله وحده بحسب ما نريد والعبادة الإلهية أن نعبد الله كما يريد إذا أرادنا أن نعبده بشكل مباشر من دون سبب من دون باب من دون وجه فإننا عبيده ولكنه هو الذي أراد منا أن نعبده من خلال وجهه من خلال بابه من خلال سببه هو الذي أراد ذلك الذين يرفضون هذا المعنى هم أتباع إبليس هذا هو الذي وقعنا فيه هذه الإشكالية الكبيرة التي وقعت الشيعة فيها منذ بدايات الغيبة الكبرى هذا الأمر لم يكن موجودا في زمان الأئمة على الأقل هناك من أصحابهم من كان على وعي بهذه العقيدة فهذه المضامين أنا آتيكم بها من رواياتهم ومن أحاديثهم التي نقلت إلينا عبر رواة حديثهم وعبر أصحابهم وعبر خواصهم من هنا جاء في رسالة إمام زماننا إلى الشيخ المفيد في السنة العاشرة بعد الأربعمائة من الهجرة وهو يخاطب أكثر مراجع الشيعة آنذاك الحال أصبح أسوأ وأسوأ مذجنح كثير منكم مالوا عن المسار الصحيح ألحدوا وذروا الذين يلحدون في أسمائه مالوا مذجنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعة الذي أضعه بين أيديكم إنني آتيكم به من ذلك السلف الصالح إنني أحاول أن أعود إلى المسار القديم البعض يقول من أن الذي أطرحه هو دين جديد ما هو بدين جديد الدين الجديد هو الدين البدعة دين مراجع النجف إنني أحاول أن أعود إلى الدين القديم إلى المسار الصحيح أن أذهب بعيدا عن سقيفة بني ساعدة وأن أذهب بعيدا عن سقيفة بني نجف أن أعود إلى قرآنهم المفسر بتفسيرهم وإلى حديثهم المفهم بتفهيمهم مثل ما بايعنا في بيعة الغدير مذجنح كثير منكم صاحب الزمان يقول لمراجع الشيعة مذجنح كثير منكم إلى أين إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسع السلف الصالح كانوا بعيدين عن هذا المسار لماذا جنحتهم في هذا الاتجاه الضال ولاحظوا دقة التعابير إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسع مراجع النجفي ذهبوا بعيدا عن مسار السلف الصالح ولذا تراهم حينما يذكرون مرجعا من مراجع عصر الغيبة الكبرى يكيلون له المدح والثناء ويسطرون له الألقاب والأوصاف وحينما يمسكون بروات حديث أهل البيت يمزقونهم شر تمزيق هذه القضية واضحة هذا بناء شيطاني أي مرجع من مراجع عصر الغيبة الكبرى كأن آيات من القرآن نزلت في متحهم لا يذمون أحدا منهم كلهم مقدسون كلهم أجلاء كلهم جامعون للعلوم هم أكثر مطاهر لا فهم ولا علم ما عندهم من كتب خلفوها سرقوها من النواصب أو سرقوها من علماء الشيعة وهذا باب سرقات في كتب المراجع باب وسيع إذا سنحت لي فرصة سآتيكم بكتبهم وسأفضح سرقاتهم من الأموات ومن الأحياء الذين نعاصرهم يسرقون من كتب النواصب ويسرقون من كتب علماء الشيعة فيما بينهم هذا باب واسع هؤلاء مثلما يسرقون أموالكم تحت عنوان الخمس يسرقون أيضا من كتب النواصب ومن كتب الشيعة تحت عنوان الاستنباطي تحت عنوان التفسير تحت عنوان التحقيقي وينسبونه إليهم وبطرق مختلفة لا أريد أن أذهب في هذا الاتجاه بعيدا وأعود إلى الكتاب الكريم لأنني إذا بقيت أتحدث وأتحدث فإن الكلام سيفتح لي أبوابا وأبوابا سورة سورة الأحزاب إنها الآية الرابعة بعد البسملة ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه إلى آخر الآية الكريمة الذي أحتاجه هو هذا الجزء من الآية أول الآية الشريفة ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه فالإنسان عنده قلب واحد وهذا القلب الواحد لا بد أن يكون متجها اتجاها واحدا فإذا اجتمل على اتجاهين فذلك القلب ما هو بقلب سليم هذا قلب مضطرب هذا القلب لا يتحرك وفقا للدليل مراد من الدليل مثل ما نشتري جهازا من الأجهزة الكهربائية مثلا من الأجهزة الألكترونية وهناك دليل مع هذا الجهاز فحينما نشغله بطريقة لا توافق قواعد الدليل فإن الجهاز سيكون جهازا مضطربا لن يعطي النتيجة المطلوبة ولن نستطيع أن ننتفع منه وربما قد يؤدي ذلك إلى خراب هذا الجهاز بالكامل فالإنسان كذلك هناك دليل يتحرك الإنسان ويتفعل الإنسان وفقا له وهل هناك من دليل أفضل من القرآن هذا هو دليل بناء الإنسان ودليل حركة الإنسان ودليل أعمال الإنسان فالإنسان في جوفه قلب واحد وبحسب الدليل لابد أن يتحرك هذا القلب باتجاه واحد إذا تحرك باتجاهين فإن الإنسان قد دخل في حالة الخراب ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه هذا هو تفسير القم رضوان الله تعالى عليه وطبعة طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان صفحة خمسمية وتسعة وعشرين في ذيل الآية التي نحن بصددها الرواية عن إمامنا الباخري صلوات الله وسلامه عليه في قوله ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه إمامنا الباقر يقول قال علي بن أبي طالب الكلام كلام أمير المؤمنين صلوات الله عليه هكذا يقول الأمير لا يجتمع حبنا وحب عدونا في جوف إنسان هو قلب واحد حبهم هو حب الله مر هذا الكلام علينا إذا أردنا أن نحب الله فطريق هم حبهم حب الله فلا يجتمع حب الله مع حب غيره لا يجتمع حبنا وحب عدونا في جوف إنسان إن الله لم يجعل لرجل من قلبين في جوفه فيحب هذا ويبغض هذا يعني هذا القلب يحب وهذا القلب يبغض هو قلب واحد إن الله لم يجعل لرجل من قلبين في جوفه فيحب هذا القلب الأول ويبغض هذا قلب يحب به وقلب يبغض به هو قلب واحد فأما محبنا فيخلص الحب لنا كما يخلص الذهب بالنار هذا الأمر الذي يقوم به صناع الذهب حينما يصهر الذهب لتنقيته وتصفيته من الشوائب التي كانت لاحقة بمعدنه بمعدن الذهب بمركباته فأما محبنا فيخلص الحب لنا كما يخلص الذهب بالنار لا كدر فيه من دون الشوائب فمن أراد أن يعلم حبنا فليمتحن قلبه فإن شاركه في حبنا حب عدونا فليس منا ولسنا منه فلسنا أراد أن يعلم حبنا فليمتحن قلبه فإن شاركه في قلبه فإن شاركه في حبنا حب عدونا فليس فليس منا ولسنا منه الصورة واضحة وواضحة جدا لا يجتمع حبنا وحب عدونا في جوف إنسان إنه الإخلاص 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 وحبهم هو جوهر العبادات كلها وحبهم هو أساس العبادات كلها حبهم هو أساس الدين كله من هنا يبدأ الدين من أية نقطة من حبهم يا باحثا عن بداية طريق الدين الدين من هنا يبدأ من هذه النقطة من حبهم هذا هو الدين وهذا هو ديننا ديننا دين الحب ولكن لا كما تتحدث الصوفية وكما يتحدث عرفاء الشيعة تحدث عن صوفية السنة وعن صوفية الشيعة وعرفاء الشيعة هم شعبة من شعب الصوفية لا أريد الحديث عن هذه الجهة وأعود إلى كلامي ديننا دين الحب لكنني كما قلت لا أتحدث بمذاق الصوفية من السنة والشيعة أو بمذاق عرفاء الشيعة إنني أتحدث بمذاق الزيارة الجامعة الكبيرة حبهم فقط ومن أحبكم فقد أحب الله نذهب إلى فاصل ترجمة نانسي قنقر